بالحق وبالعدل يعني كان بيقول الحق ما كانش بيكذب زي ما قلنا في الاول خالص وكان بيتعامل بالعدل يعني لو في اتنين قدامه بيتخنقوا فيهم واحد صاحبه كان بيعدل بين الاتنين دول ما كانت بيقول لا ده صاحبي فانا هدافع عن صاحبي ده كده مش عادل ده كده ظلم مفروض الانسان يكون عادل انه هو يحكم بالعدل يحكم بالحقيقة اللي هي صح يبقى دي كانت اخلاق المصري الحاجات اللي المصري كان بيتعامل بيها قبل كده طب احنا مفروض نعمل ايه مفروض ان احنا نعمل زي ما المصري القديم زي البرفراعنة كانوا بيتعاملوا ناخدهم قدوة ان احنا نعمل الحاجات اللي هما ايه اللي هما كانوا بيعملوها طيب قول لي عن ايه وسيء افعل شيئا سيئا افعل فعلا سيئا او افعل شيئا ايه سيئا ايه وسيء يعني افعل فعلا سيئا الاما وجعا شقاء تعب اصقي اروي كسود البست اولوث اجعله غير نظيف نيجي عند الكلمة ومداد الكلمة وعكسها عكس اكذب اصدق عكس كرهن حبا عكس وسيء احسن عكس شقاء راحة عكس نسيت تذكرت عكس اولوث ونظف عكس العدل الظلم جمع الام الام جمع دمع دموع جمع حيوان حيوانات جمع ماء مياه او امواه ودي من ضمن النقوش او من ضمن الرسومات اللي المثل القديم كان بيرسمها على الاحجار كان بتمثل العادات او الحاجات اللي هو بيعملها في يومه طيب عايزين نعمل شبكة مفردات على كلمة النيل النيل هيتلع منه مراكب هيتلع منه صيادون هيتلع منه ماء هيتلع منه سمك اخلاق الصدق الرحمة الامانة القرم انسان منزل طعام عمل عقل ونبقى كده نكون خلصنا الدرس بتاعنا ولا اللقاء في مرة اخرى